كان عندنا أسئلة كتير بس حضرتك اخترت تقول لي لا ابدأ بدا اللي هو الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة ايه رأيك المولان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه واتبعه دا وبعد أولا يا سيد الكريم لم يرد نص شرعي يمنع الصلاة في مساجد بها مراقب للصالحين لأن الحريم أو المنع أو الكراهة لا بد من دليل شرعي ولا دليل فيبقى الأمر على الإباحة حياتي المتسلفون ويريدون أخبارا وآثارا مغلوطة يعني يقولوا ايه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة فرق بين حكم الصلاة في المقابر اللي هي محل دفن الموتة وفرق ما بين مسجد فيه قبر هم خلطوا الأمور للإلباس على الناس ما بين حكم الصلاة في المقابر وحكم الصلاة في مسجد فيه مقبرة حكم الصلاة في المقابر طبعا ممنوع لشبهة النجاسة ولذلك جاء في معرض نهى رسوله صلى الله عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبالة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق أما للتدليس جاءوا بخبر المقبرة فجعلوه على المساجد التي بها أضرح لو كان الأمر كذلك إذا لكانت الصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبها سلاسة مراقد لسيدنا نبع السلام وصاحبيه الكريمين سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم نقرأ الآية في صورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداء فالصلاة في مساجد بها مراقد الصالحين حلال وجائزة وصحيحة فتح الله عليك مولانا وطمنت الناس أكتر وأكتر طيب